تتجه نيابة الإسرائيلية العامة إلى اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بن يمين نتنياهو بتلقي رشا وبخيانة الأمانة والاحتيال وذلك في عقب انتهاء جلسات الاستماع لطعونه في ملفات الفساد التي يشتبه بالتورط فيها وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن التوصية التي تبلورت لدى مكتب المدعي العام الإسرائيلي بعد الاستماع للطعون التي قدمها محامون نتنياهو خلال جلسات الاستماع التي عقدت مؤخرا تطالب بتقديم لائحة اتهام ضده بتلقي الرشا وخيانة الأمانة والاحتيال وستوصي النيابة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في خايماند البليت بتقديم لائحة اتهام بتلقي رشا في إطار التحقيق في الملف أربعة آلاف المتعلق بالاجتباه بمنح نتنياهو امتيازات لشركة بيزيك ومالكها مقابل حصوله على تغطية إيجابية في موقع ولا الإخباري كما ستوصي النيابة العامة للمستشار القضائي للحكومة باتهام نتنياهو بخيانة الأمانة والاحتيال في إطار التحقيق في الملف ألف المشتبه فيه نتنياهو وزوجته ونجله بتلقي هدايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات يسرائيل زكوكا لممشلة حزكا ترجمة نانسي قنقر